بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تعيشوا وتصلوا تعيشوا وترنموا رأبنا يبقى لصلواتنا كلنا النهاردة يتحنن علينا من رحمة كلنا ويقبل يا رب سدد كل احتياجاتكم هنكمل مع بعض درستنا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل رمية احنا كنا خلصنا الاصحاح الاولاني المرة اللي فاتت النهاردة هناخد الاصحاح التاني لو نفتكر الاصحاح الاولاني كان بيتكلم على دينونة او فساد الايه الامم بيوري الامم قد ايه فسدوا قد ايه متلخبطين وقد ايه سابوا عبادة ربنا وعبدوا الاوسان وقد ايه تبع الاوسان مشت النجاسة ودخل عليهم الزنا ودخل ايضا عليهم الشزوز الجنسي وشفنا في الاخر ان كل الاعمال دي كانت فسدة خالص وفسدة الامم وكأنه بيدي الكاميرا بولس الرسول على الامم ويؤكد ادي الامم اللي في العالم فسدوا فاليهودي لما يسمع كده هيقول ايه يقول يا سلام شفتوا بقى عشان كده احنا احسن من الناس دي كلها احنا الامم المختارة واحنا شعب الله المختار واحنا لربنا بيحبنا عشان كده احنا سمينا الامم دي كلاب وعشان كده كنا بنظر لهم نظرة اصدراء ما بنكلش معاهم ولا نتعامل معاهم فبولس الرسول في الاسحاح التاني بقى يقول لهم مش هما بس اللي بازوا وانتوا كمان بستوا وفسدتوا تعالوا نشوف اول جزء في هذا الاسحاح بيقول لهم ان انتوا كمان يا يهود انتوا كمان غلطانين ازاي بقى تعالوا نشوف سورين يبتدي بولس الرسول يقول لهم في اول الاسحاح بيكلم بقى مين هنا بيكلم اليهود فالاسحاح ده بيكلم اليهود بيقول لهم ايه لذلك انت بلا عزر ايها الانسان كل من يدين هنا وضح بولس كلمة ايها الانسان وسبها بقى تتكتب لكل الاجيال انت بلا عزر ايها الانسان كل من يدين يعني اللي بيقع في الادانة وبالدين غيرك انه وحش وانت اللي حلو انت بلا عزر يعني لما الدين انت غلطان ومالكش عزر ليه لان فيما تدين غيرك تحكم على نفسك يعني اللي بتقوله على غيرك انه بيعمله وحش انت كمان بتعمل وحش بس كأن ربنا بيقول انا سكيت لك مش عايزة تكلم وانت بتعمل الوحش ده فانت لما بدين اخوك تعال بقى ققع تحت الداينونة انت كمان فاكيلوا رب المجد قال قبل كده بالكيلة اللي بيه تاكيلون ايه يكيل لكم ويزاد يعني معناها ان ايه ان ربنا بيقولك هتكيل اخواتك بالحب هيكيل لك بالحب هتكيلهم بالشدية والادانة هيحسبك بيه وعشان كده قال احد الاباء قال نحن نختار المقياس الذي يديننا الله عليه لانك في ما تدين غيرك تحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بايه بقى عينها على فكرة دي قاعدة عامة مشهورة قوي في علم النفس اسمها ايه اسمها الاسقاط يعني ايه الاسقاط يقولك ان الانسان يفضل يخدر ضميره في انه يعد يقول الناس كلها وحش عشان ضميره ما يوجعوش ان اللي عمله وحش فلو مثلا هو بيسرق يقولك ما يعني ما كل الناس بتاخد برضو وده بيسرق وده بيعمل وكل الناس وحشين ويبتدي يقول انا انا كويس مثلا واقع في خطايا شهوانية ولا حاجة ما كل الناس بص الناس حواليك ما في حد كويس كلهم عين ويمسك اقرب الناس يدنهم ويعملهم وتلاقوا المشكلة الكبيرة ان الادانة اللي بيدنها عليهم لو بحست جوه اعماقه هتلاقي هو اللي عنده المشكلة دي مش اللي غيره اللي عنده المشكلة دي هو علشان كده يقولوا علماء النفس ان كل واحد فينا في الحقيقة يعني ده خبر مش كويس كل واحد فينا مريض نفسيا بنوع ما يعني كلما تتعمق وتدرس علم النفس تكتشف لأ في حاجات فينا منيش مزبطة لكن الله بنعمته وجودنا في الكنيسة وتوبتنا بنصلح نفسنا فشوف كده جوه نفسي يقول اه فعلا انا عندي المشكلة دي طبعا اعمل ايه اصلحها ومن هنا دي نعمة ربنا اللي بتخلي كل واحد فينا يصلح المشاكل اللي فيه فهنا بولوس بيقول لهم لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين لانك في مهتدين غيرك تحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بعينها ونحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه ايه مثل هذه دي مين يقول ايه مثل هذه مثل هذه يعني بيشور على حاجة نكتب عندها ايه دي اخطاء مين الامم ما هو بيكلم اليهودي بيقول له انا عارف يا يهودي انت هتقول ايه هتقول ان الناس دي كلها وحشة انا عارف تقول لي طب ربنا هيسيبهم لا في دينونة دينونة الله هي حسب الايه الحق يعني ربنا الديان الحقيقي ايه اللي هيدين تقول لي طب ربنا هيسيبهم اقولك لا على الذين يفعلون مثل هذه يبقى اللي بيعملوا الخطايا دي هي ايه هيتحسبوا طيب السؤال بقى اللي عايزة اسأله ليه دينونة ربنا تبقى هي الحقيقية ودينونتي انا للي قدامي غلط او مش صح ليه خمس اسباب مهمة اول سبب لان عشان تقدر تعرف المشكلة لازم الخطايا لازم تعرف كل اللي بيحيد بيها هي حصلت امتى وحصلت ازاي والشخص كان ايه عبوا فيها وهل في قوة خارجية خرجت من وراء عشان كده تلاقوا القاضي لما ييجي يحكم بيبحث كل الزوايا فهنا يقولوا ايه يقولوا اني انت لا تقدر تحكم صح لانك لن تعارف التفاصيل انت ما بتشوفش غير ايه الظاهر لكن مين اللي يشوف القلب ويشوف الاعماق الله فالله هو اللي شايف يعني ممكن تلاقي اتنين بيعملوا حاجة بس ربنا ده لي اعذار معينة ربنا شايفها تاني لا ملهوش وحسب الظاهر انت ايه بالدين فاول حاجة ربنا لا يحكم ولا يرى الظاهر فقط بل يحفظ يفحص القلب والاعماق فلا ينخدع كانسان شاكده معلمنا بقول له رسول الف حتة لا تحكمه حسب الظاهر ده رب المجد قال قاسف كده لا تحكمه حسب الظاهر بل يحكمه حكما عادلا يعني ما تخليش الظاهر يخمك تلاقي واحدة كده اه دي انسانة مش كويس انسانة مش كويس لانشان نحطه مكياج يعني اه لانك انت في نظرك في تربيتك في طريقتك شايف كل دول وحشي تلاقي حد واحد بيتكلم مع حد اوه ده شايف دول بينهم وبين واحد علاقات وتحطه في مخك سوري يعني مخك ده هو اللي مش كويس مش الناس دي اللي مش كويس عشان كده قدست البابا كان يقول تعبير حلو او يقولك قبل ما تدين المرأة على اللبسها دين عينك اللي ايه اللي نظرت النظرة الخاطئة نمر اتنين ربنا بيقرف دوافع كل انسان للخطيئة هو ايه اللي خلاه عمل كده دوافع ممكن واحد يكون تعبان ممكن واحد يكون عنده مشاكل ممكن يكون واحد ظروفه فالوحيد الذي يرى الدافع كيضا هو ربنا نمر ثلاثة ربنا الوحيد اللي شايف الظروف والبيئة اللي نشأ فيها الخاطئ طب واحد نشأ في بيئة اللي تعرف ربنا ولا يعيش حياة كويسة ولا حد تعلمه تكونوا بس يجي الكنيسة ده في حد ذاتها حاجة عظيمة طب انت لا انت نشأت في بيئة كويسة ونشأت في كنيسة وتعلمت وخدت حقك يبقى قدام ربنا انت مختلف عنه الله يرى حاجات احنا مش شايفينها والله يرى كل الظروف فالحكم مش هيبقى واحد للاتنين دي حاجة حلوة قوي يعني الله يحكم حكم عادل ما تخافش نمره تربعة ان ربنا يعرف المعرفة الروحية لكل شخص قد ايه ده روحياته شكلها عاملة ازاي نمره خمسة هو اللي يعرف الانسان ده صنع الخطيئة بقراته قصد لذلك عقاب الله للخطيئة الواحدة سيكون مختلف من شخص لآخر عشان كده يقول بولس الرسول ليهم لليهود نحن نعلم ان دينونة الله حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه بحتيت بيكلم اليهود بقى يقول له اتظن ايها الانسان ان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه اللي بفعلوا النجاسات دي وانت تفعلها انك تنجو من دينونة الله يعني ايه يعني اللي بتدين غيرك انه بيعمل وانت بتعمل تفتكر ان انت هتنجو من دينونة تفتكر ان ربنا مش شايفك تفتكر ان ربنا مش واخد باله ان انت بتعملها اذا عايز بولس يقول ان احنا كلنا تحت الضعف وكلنا اليهودي بقى كان يدين الامم على ده وهو كان يعمل الحاجات دي بس يعملها في الخفاء ويجي يطهر ويتغسل ويقدم زبايح اقول لك كده انا ايه انا زال فوله اهو ده ده ربنا ملوش حقي انا ده انا زال فوله فاليهود كان عندهم فكرة كده ما يبدأ هما اللي حطوه ده مش صح يعني ان الوقت بتاع ربنا ادي الربنا اللي عايزه فتعمل اللي انت عايزه والحسنات تذهب السيئات عشان كده ربنا قال لهم كرهت اعيادكم في العهد القديم ريحة البخور بتاعكم ما بقيتش طيقة شمها قال له كفايا رفع ايديك نزل ايديك كفايا زبايا مش عايزة باحم من ايدك عارف عامل زي ايه زي زوج مسلا يكون بيخون زوجته وهي عارفة كده ويخش لها جايب لها ايه ادازة هدية ويقول لها حبيبتي هديتي ليك هديتي ليك انت بتضحك علي فتروح واخدها منه يروح تاني يرجع خدي هديتي تانية الله طب مات هدية ايه انت روح قلبي وانت حياتي وانا ما فيش زيك وانت اعظم واحدة تقول له يا اخي يا كذاب اهو كانوا يقفوا قدام ربنا بقى يقولوا له انت القدوس انت العظيم انت 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 ربنا يقول لهم يا نقوا ايديكم ايها الخطا عشان كده فاكرين ربنا كان في العهد القديم اكتر شعب كان ربنا دانه هو اليهود فاكر قال له قال له اغسل يدك من الدماء قبل ما تيجي توقف قدامي عشان كده يطلع عني تانيها ودلوقتي يقول لك انا بنفذ نبوة اشعية اشعية ايه اشعية ايه اللي بتنفذ نبوته وانا اللي هنفذ واقتل وحارب هو ربنا قال لك اعمل كده طبعا كلام كله تبرير ربنا قال لك اقتل الاطفال ده ربنا قال لك انصرخ المسكين سراخ وانت ظلمت عمري ما هسيبك ويقف يقول لك انا بنبوة هو اي كلام وخلاص اه ما هم متعودين اني يعني ابرر نفسي لاي حاجة انا بعملها اصل ربنا بتاعنا يعني يعني ربنا بتاعنا والقوانين بتاعتنا وكله بتاعنا وكله معنا نعمل اللي احنا عايزينه كأن ربنا بيقطبهم النهاردة بيقول لهم عندك هل تفكر ان انت ستنجو من دينونة الله ايه قال لهم حين تبسطونا ايدي لا انظر اليكم مش هسمعكم ولا هشوفكم فهنا بيتكلم بقى على دينونة الله ويقول له بقى ايه على فكرة دا الكلام دا لليه يهود ولينا احنا النهاردة ما انا قلتلكم فيه مستوى احنا نطبق بتاع الرسالة ومستوى تاني علينا هنا بقى ايه دي حلوة يقول لك ايه يلا عملت دين وعملت استعبط في علاقتك مع ربنا ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته ربنا عنده كم حاجة هنا عده اول حاجة لطف يعني ايه ربنا لطيف حلوة اوي حنين ولطيف كده في زوق في تعامله معنا وايه امهاله بيديك فرصة وطول اناته كلهم يضاف عليهم كلمة ايه غنى يعني ربنا ايه غني اوي في لطفه وغني اوي في الهاء امهاله وغني اوي في طول اناته ففي نوعين من البشر نوع يبص يقول يا سلام يا رب على محبتك وانهامك وطول اناتك ولطفك يا رب علي انا هقدم توب يا رب سامحني على كل اللي فات يا رب انا همشي معاك حلوة اوي واحد تاني يقول ايه يا عمي ربنا ايه بقى لو طويل ربنا يعني ايه حنين انت بتعمل ايه بقى تتمادى ومايتوبش غير عالم غير عالم يعني انت ايه بتعمل حكتين غلط تستهين يعني تستهون وايه وما تعرفش ان لطف الله انما يقتدك الى ايه توب ليه ربنا بيطول باله عشان الناس تتوب الناس بقى اللي بتفكر ان ربنا بيطول باله عشان تتوب بفكروا ان ايه ان يعني يتضحك عليه يعني ربنا ده اخر حاجة نعمل اللي احنا عايزينه وفي الاخر هتوب وهاصال ايه ربنا ده حنين بسيط يعني مين قالك واحد قال ايه قال تستهون بالموضوع ده على فكرة اكتر حك مشكلة الشيطان يوقحها في قلب كل واحد انه يشيل من قلبه مخافة ربنا عشان كده قولك ربنا حنين ده ربنا ده كأن ربنا يعني هو ربنا طبعا حنين وكله بس في نفس الوقت عادل فمن كترة ما يقعد ينادي على ربنا حنين 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 يركز بس على دي بس ويشيلن ربنا عادل فيطلع الولاد ايه عادي بقى اعمل اللي انا عايزه ده ربنا ده يعني كأن ربنا ده سوري يعني راجل عجوز كده غلبان مش عارف حاجة وبندحك عليه ونعمل احنا عايزينه لا ام تستهين يعني انت بتستهون بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى ايه التوب يعني ربنا بتقول بقى له عشان تتوب طب لو ما توب لو انت ما توبتش بقى ولكن من اجل ايه بصوا قساوتك يعني قلبك اللي ايه الناشف وقلبك الغير التائب بتعمل ايه بقى تدخر عارفين يعني ايه تدخر بتحوش تدخر لنفسك بتحوش ايه بقى غضبا يوم الغضب كأن كل كأن الانسان اللي بيتمدى في الشر ومش عايزhone توب كأنه عمال يحط ايه شويت غضب لربنا ويزودهم تاني ويزودهم تاني ويزودهم تاني ويزودهم تاني خلي بقى لك تدخر تدخر يعني بتحوش لنفسك غضبا امتى يوم الغضب يبقى فيه يوم اسم يوم الدينونة او يوم الغضب بتحوش فيه الغضب لاستعلان دينونة الله ايه العادي العارفين يعني اس تعلان يعني ربنا يزهر بقى دا ينونت العادية عشان كده يقوله في مجيء ربنا الاول كان جاي للرحمة في مجيء التاني هيجي للإيه للعادل عشان كده اول لما ابونا بيقولك وفيق ويعطي كل واحد في مجيء حسب ايه اعماله نقوله لا يا ابونا متقولش كده كرحمتك يا رب ولا اعماله ايه ده اعماله دي همضيع كلنا كرحمتك يا رب ولايسك خطيان كلما نتضع امام الله كلما يرحمنا كلما نحس ان احنا حاجة وكبرياء ونستهين بلطفة الله احنا بنتدخر غضبا يوم الغضب واستعلان دا ينونت الله جميلة بقى دي الذي سيجازي يعني ايه يجازي يعني فيه وفيه فيه الاتنين هيجازي كل واحد حسب اعماله الحمد ما قالش حسب ايمانه ليه لان الايمان واحده ما اعملش حاجة لازم فيه اعمال الامان حلو جواك وريني الاعمال بتاعتك فكل واحد هيتجاوز هيتجازه حسب ايه اعماله يعني ايه يعني ربنا عادل ما تخافش كل واحد هيجازيه حسب اعماله اما الازين بالصبر قالك بقى الناس نتيجة للكلام ده بولس بيحكي لنا الناس هينقسموا لفئتين فكرة وبشرح الكلام ده لليهود ولينا كمان فئة بتعمل ايه اما الازين دول الايه الجروب نمبر وان الفئة الاولى بتعمل ايه بصبر في العمل الصالح يعني ايه يفضلوا يعملوا الخير بصبر تقولي انا عملت الخير وده مردش علي الخير اقولك اصبر اعمل بصبر خليك مع التيم الاولاني الذين بصبر في العمل الصالح يعني بيعملوا عمل صالح وصبر ايه هدفهم يطلبون ايه ثلاث حاجات المجد مجد ربنا والكرامة بتاعت ربنا والبقاء النتيجة بتاعتهم هتكون ايه في الاخر هيدخلوا لحياة الابدية ده تيم الاولان يبقى تيم الاولان بصبر في العمل الصالح يعني ممكن الدنيا والشيطان يقول لك اديك عملت صلي وديك عملت روح الاجتماع وديك عملت حط الموضوع قدام ربنا ايه يعني حصل ايه شفت عملت الناس بطيبة عملوك ازاي خش فيهم بقى وتقم منهم واحمل فيهم تبص تلاقي عمال يسحبك كأن صبرك هيخلص عشان كده رب المجد قال عبارة مهمة قوي للتلاميذ ولينا قال لهم بصبركم تقتنون انفسكم يعني بصبرك بتحفز على نفسك يا ما ناس كتيرة ماكملتش بالصبر ابتدت بس ماكملتش اما الذين بالصبر في العمل الصالح اعمل الخير هيرجعلك صدقني هيرجعلك السوري واللي يعمل الشارع هيلفه هتحصده تقول لي تيجي وقت تقول لي انا ايه ده الدنيا ورايا جامده قوي والمشاكل اقولك تفتكر زمان هل انت رميد زرعة شر زمان يمكن تكون كبرة ودلوقتي بتحصد ولا انت رميد خير فبتحصده قول لي يا ربي من فضلك شيل الشر مش عايز احصد شر يا ربي ان كنت رميد شر وان كنت شر انا يا ربي توبت اللي التوب ربنا يقطع لك الشجرة كلها خلاص لكن المفوش توبة يلاقيك بيحصد واحد مشي غلط في ايام شبابه وعك الدنيا تلاقيه لما يجي يكبر خلاص بيبتدي بقى يتعب ويبتدي يحصد بقى الله واحد لخبط لخبطات قد كده وجوازات يبتدي يكبر بقى يلاقي نفسه واقع في مشاكل واقع في ديون وعليه هموم وعليه وما حدش بيحبه من ولاده واحد زرع حب مع ولاده خير حصدها واحد زرع انانية تلاقيه بعد اما يكبر ولاده بيسبوه اديك بتشوفوا هنا ناس كتيرة يسيبوا اهليهم مرة كنت معا حد بقوله انت اخبار والدك ايه وقال لي انا سايبه يعني قاعد في بتقوله بتزوره وقال لي يعني في الاعيات اعيات انا رسوع اعيات بس قال لي يعني اه في الكريس مسلا كده اروح اعدي عليه شوية الله طب ليه قال لي انا مفيش علاقة كانت بيني وبينه هو عاش حياته بص على حياته وامي عاشت حياتها شافت حياتها انا اخشقت طريقه فخلاص مالهمش كريدت عنده انتو عارفين يا جماعة ستيفن كوفي قال لي عبارة حلوة ايه في كتاب بتاع العادات السبعة قال في ايه قال في ان انا لما بعملك انا بفتح عندك اكاونت وكل لما بعملك حاجة حلوة انا بحط في الاكاونت ده فالاكاونت ده بيزيد فانا مثلا ماركو عمال احبه احط في الاكاونت احط في الاكاونت جيت في مرة مثلا شدت معاه فكت حاطت مثلا مليون شدت معاه شده خدت منهم لا نصوهم بقى ما شده كبيره نص مليون مازال لسه عندي ايه نص تاني يعني اقول له يا اخي فتكر يعني مش عشان واحدة تسيب الكل اه جيت مرة تانية سحبت خالص انا رصيدي بقى عنده عزيرو دلوقتي المرة التالتة لا بقى هيتواجع ليه الرصيد خلص بقى ما هتواجع طب فرضا انا حطت مثلا عند عادل عشرين مليون افضل للطش فيه بقى ياخد لا هي الفكرة ايه لا فكرة ان انت كل ما بتحط عند حد الرصيد كل لما كرمتك هو بيحبك وانت بتحبه وبيقدرك ويقدره انا بحط عنده رصيد هو يحط عندي رصيد واحنا كده السؤال بقى عايز الناس تحبك اسألك ايه الاكاونت بتاعك عندهم شكله ايه كلمة حلوة طب طبه في وقت احتياج سؤال عليه اهتمام مسندة في وقت دي كل الحاجات دي كريدت انت بتحطه عند الناس ده الجروب الاولاني اما الازينة ده الجروب التاني بقى ده الجيتو بيعملوا ايه من اهل الايه تحذب اللي هو ايه في الانجليش وقت حاوي يعني انانيين مش بيبص لغير هو شايف مصلحته بس تلاقيه ايه كل حاجة مصلحتي طب اعمل ايه تخدم في الكنيسة اما يكون ولادي موجودين عناية ليك ولادي مش في الخدمة دي لا اه حد تاني يشوفها اه 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 يا تارا اه هتكرمني كتير اوكي انا معاك مش هتكرمني لا لا خلي حد تاني ياخدها انت انت كده انت بدور على نفسك مش بتدور على مجد المسيح ياخد خدمة حلوة اوي يوم يلاقي نفسه ايه ظاهر طب والخدمات الخفية بتعملها ولا ما بتعملهاش ده درس بقى تدريب روحي بندرب بيه ولادنا اللي هما عندهم الخطيه بتاعت السيلف سيكينج ده نقوله ايه لما حرس ان هو بيحب يعمل حاجات اللي يظهر فيها نديله حاجات بقى ايه ما فيهاش ظهور خالص نقوله ايه الاخبار يقوله صدق انا فرحان اكتر منه ليه اللي يبني فرحته على كلام الناس يبقى خايب لانا شوية طلعه وشوية ينزله ويلاقي نفسه يعيني امتوا في عين نفسه عملة زيده يمشي للناس انا حلو يقوله اه يا سلام فرحان اوي انا حلو اه يا زعلان الناس مش هي اللي بتقيمك الله اللي بيقيمك وانت حلو في نفسك انت مش محتاج الناس تقول عليك حلو عشان تبقى حلو كفاية ان الله ينظر اليك ويراك من فوق طب لو انت بقى مش بتحب اعمال صالحة ده الجروب التاني بقى مبيطوعش الحق مش عايز يسمع كلام ربنا بل يطوعون الاسم ماشيين في الخطيئة النتيجة ايه بقى سخط وايه خلي بالكو فيه تعبير تعبير عمال يتكرر يتكرر كتير فكرة غضب 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 سخط وغضب ففكرة ايه ان ايه ما تحطش ما تزودش غضب ربنا عليك خلي ربنا يرضى عنك عشان كده لما نيجي نصلي نقوله في نوتي نينان يقوله ولا ايه ارفع غضبك عنا يعني يا رب سامحنا يا رب لو احنا ادخرنا غضب لو احنا يا رب كلنا شايفين انانيتنا وشايفين حاجات وزعلناك منا ومش منا في زين والصيح سامحنا يا رب واخفر لنا وسامحنا طب النتيجة ايه بقى شدة وضيق يعني الجروب بتاع اتنين ده هياخد شدة وضيق يعني العقوبة شدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر بصوا بقى مين اه اليهودي اولا ثم اليوناني اليوناني ده عايز يقول الامم يعني الله يعني ايه يا بولس بيقولك العقوبة هتكون لليهودي اولا ثم الاممي فاليهودي يقوله ايه يقوله اه حبيبي امال ايه يقوله يعني ايه عقوبتنا احنا هتكون اكتر وتكون الاول يقوله لانك عرفت اكتر لانك كان عندك انبياء كان عندك اباء كان عندك هيكل كان عندك صلوات كان عندك توبة كان عندك زبايح كان عندك كتاب مقدس كان عندك ملايكة كان عندك غفران كل ده وعملت الشر تعالى ليبقى عقوبتك هتكون اكتر عشان كده الله في العقوبات هيبقى فير جدا اوعى تقلق وتقول طب ده ما عرفش طب ده ما وصلوش ربنا شايف كل حاجة خليك في نفسك كتير قاعد يقول أصل ليه حصل كده وليه حصل كده مرة أم بانتونيوس قاعد يسأل ليه واحد كبير بيبقى بيموت وعايش لسه وحياته كبيرة وكبر في السن وعجز وشابه طفل صغير يجيله مرض ويموته ليه أم معينة يجيلها مرض وتموت وتسيب أطفال يتامة فأم بانتونيوس المعضدة حياره شوي فهو قاعد بيفكر ربنا بعث له ملك قال له إيه قال له ركز في خلاص نفسك يا أنتونيوس واترك ربنا يحكم الكون حسب ما هو في حكمة انت مش شايفها مع كل واحد حكمة مختلفة فهنا بيقول إيه العقوبة هتكون لإيه لليهودي أولا ثم اليونان طب العكس الثاني الفريق جي وان اللي هو كان كويس بقى هياخده إيه مجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح إيه اليهودي أولا ثم اليوناني يعني إيه يعني يا يهودي لو عملت الخير هتبقى أنت أحسن لأنك عرفت أكتر وعملت أكتر فالكريدت بتاعك أحلى واليوناني هياخد أقل شوية منك لأنك أنت تعبت أكتر منه عشان كده فكرة يجازي كل واحد حسب إيه أعماله لأن ليس عند الله إيه آه كلمة دي بقى تدايق اليهود قوي يقولوا لأ بقى بص عشان كده قلتلكم فاكرين لما ديتكم المقدمة قلتلكم لسه في صحة تسعة هيناقش مشكلة الاختيار اليهود أقولوا ربنا اخترنا ما ينزلناش من على إحنا اللي بندلع إحنا اللي عاديين ما ينزلناش ويأخذوا اليهود الأمم يأخذ أمم إيه لا 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 فربنا فيابوليس ما عايز يقول لهم إيه الله يختار زي ما عايز إنت مالك إنت هو عشان اختارك فكرت أن أنت أحسن من أخوك فاكرين كان دايما ربنا دايما من العهد القديم يقول دايما فيه اتنين الكبير دايما نطلع الوحش فاكرين مين تعالوا نراجع من الأول آدم جاب مين قين وهبيل صح الكبير قتل الصغير فالكبير أوحش طيب إبراهيم كان عنده مين الكبير لا إبراهيم كان عنده إسماعيل وإسحاق إسماعيل الكبير ما خدش حاجة إسحاق كان اللحظ كان هو الوعد طيب إسحاق جاب مين يعقوب وعيسو مين الأكبر عيسو كان هو الوحش والصغير كان هو الحلو بعدين أه ولاد داود واسر إفرايم من أس واحد لما حط إيده باركت تاني العكس تانية بقى طب ليه يا رب ليه يا رب أنت عمل تعمل تركيز على الحكاية دي عشان يقول أنه اختار اليهود الأول ده الإبن الأول مش شرط أن الأول بيطلع حلو مش شرط أن الكبير هو اللي حلو ده ممكن الصغير يبقى أحسن ولاد داود داود بن يس داود كان أصغر واحد طلع أحسن من إخواته كلهم قال له ربنا قال ليسا الإنسان ينظر إلى العينين لصميل الإنسان ينظر إلى العينين أما الله ينظر إلى القلب تفتكروا ربنا قال لهم مثل الإبن الضال فاكرين الإبن الضال يرمز للأمم والإبن الثاني الكبير اليهود فالإبن اليهود بقى زعلان إزاي بقى يقبل أخول وحش بقى أنا عندك وقاعد في البيت ومدتنيش جدي مدكش جدي يا عم ما أنت الجلدة عايز تعمل الجدي ما تطلع ما هو مديك فلوس دا الكتاب يقولك في الأول قسم فلوسه بينهما يعني أنت عندك فلوسك ما لك عايز جدي من أبوك ليه ما تطلع جدي من فلوسك يا أخي ويقوله إيه أنت ما بتهتمش بي ما بتسألنيش وأنا بخدمك هذه السنين هذه عادتها وما فرحتنيش عارف دا الإيه دا الإنسان اللي جوا الكنيسة وكئيب دا اللي جوا الكنيسة ووشه مكوضم اللي جوا الكنيسة ومش يا عم واحد تاني ييجي يا رب رحمي سامحني ياخد التوبة ويطلع ويطلع السماء والكبير دايما فاكرين فيه اتنين ربنا قال لهم برضو كان فيه اتنين واحد كبير أبوهم قال لهم اعملوا الشغل فالكبير قال له ايه قال له حاضر يا بويا من عناية الاتنين ما اعملش حاجة والصغير قال له لا 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 أنا مش فاضي بس بعد كده قال لا لا أبويا قال له يا بابا الدين اللي حاجة عملها لك قبل ما اعمل حاجة فالمسيح قال لهم تفتكروا مين اللي عمل ايه قالوا له للأصغر كأنه عمال يقول اليهود الأمم هتبقى أحسن منك انتوا عمالين مركزين أنا معنديش محابة دول ناشى أبعيد مش عشان أنا هجيبهم بس أنا حبيت أحافظ عليكم نسل اخترت إبراهيم يبقى أبوكم كلكم عشان كده هيركز بولوس إن إبراهيم أبوهم كلهم طيب تعالوا نشوف الجزء الأخير خالص نختم بيلي الجزء النهاردة بتاعنا الضمير والنموس ايه الفرق بين الضمير وبين النموس يقول إيه بقى؟ لأن كل من أخطأ أو أشرح لكم الأول دي قبل ما نقراه لما ربنا جاب الإنسان والإنسان سقط وقع معرفة ربنا ضاعت بالنسبة له وقلبه وجواء اتملأ بالفساد خالص فبقى عنده فساد الطبيعة ومعرفة الله سقطت منه وابتدى كمان يعبد الأوسان وابتدى يبعد عن ربنا وابتدت الكراهية تدخل قلبه وابتدى الشر يدخل حياته وحكم عليه بالموت يعني واحد محكم عليه بالموت مستني الموت وعايش في فساد خاطئ طيب ربنا عايز يجي يتجسد عشان يصلح المشكلة بتاعت آدم دي طيب يتجسد يعمل إيه يختار مين من الشعوب خلوا بالكوا عشان دي نقطة مهمة قوي هتنفع في الحوار اللي داير دلوقتي كله ربنا لما اختار اختار مين ما اختارش اليهود لا ما اختار ما كانش فيه حاجة اسمها يهود كان فيه شعب اسمه كنعانيين وشعب اسمه البوزيين يعني الكنعانيين دول كان ساكنين الأرض قبل ما أي حاجة تسمع اسمها يهود كان فيه اليوبوسيين والكنعانيين والفرزيين والحسيين والأموريين كل دي شعوب كانت ساكنة المنطقة دي ما كانش لسا فيه يهود كان فيه الأموريين وكانوا ساكنين في حران فربنا شاف واحد من جوه كان كل عبادة الأوسان بقى دخلت الشر لما زاد ربنا راح أهلك العالم بالطفان وبعدين خد نوح بقى هو عميد العيلة اللي يبتدي بيه تاني وكأن تقول لي ايه ربنا عايز يعلمنا انه ينهي البشر مش هو دا الحل لأن المشكلة مزالت موجودة الخطيئة مزالت موجودة في الإنسان يعني مش أنت مثلا ورست ابنك عندك مرض ابنك ورس مثلا سي ايدز أو مرض يتورس والابن خده فقتلت الأب كده قلت كده خلص خلص طيما الابن ورس الحكاية دي هياخد نفس المشكلة هيكمل فالطبيعة فزدة فيها مشكلة عايزة تتصلح عشان كده المسيح هيجي بقى هو اللي يصلح طيب ربنا يختار أني شعب من الشعوب دي طب ما لو اختار شعب الشعب التاني يقوليش معنى اختار انت تحيست ربنا ما اختارش شعب اختار فرد واحد فرد دا كان حلو قوي كان بيعبد أوسان مع أهله اسمه إبراهيم فربنا قال له إبرام قال له نعم يا رب قال له اترك أرضك وعشيرتك ما كانش بيحب أوي إبرام عبادة الأوسان فكان شوية بعد عن أهله بعد عن أبوه شوية فقال له ربنا تعالى معي إبراهيم أنا عرفك مين هو الله الواحد وابتدى ربنا يتعامل مع إبراهيم وكان إبراهيم دا الأب الكبير بتاع ايه بتاع كل البشارية بس اليهود قالوا لأ إبراهيم دا أبونا إحنا بس عشان كده فاكرين ربنا له كل المجد لما راح لزكة قال لهم إن هذا أيضا ابن إبراهيم عايز يقول لهم إن إبراهيم دا أبوه كمان فإيه ربنا خد إبراهيم وقال له إبراهيم امشي معايا وأنا هعرفك أنا مين وهخليك يا إبراهيم أنت وولادك اللي هتخلفهم تبقوا نسل مقدس وسط الشعوب دي هحفظ عليكم لأن الدنيا حواليكم كلها فساد فأنا أحفظ عليكم على تختاركم عشان أنا هاجي من نسلك عشان كده قال له بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض بنسلك قصده المسيح فإبراهيم جاب إسحاء وعشان كده لما جاب إسماعيل قال له لا لا أنا مش هاجي من نسل إسماعيل هاجي من ابنك إسحاء ومشي النسل مشي 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 لغاية لما داود وجاء المسيح من نسله الشعب دا بقى كان إيه إيه اللي ربنا قال له ربنا قال له بصوا هعمل معكم عهد خلوا بالكم عشان الحتة دي بترد على حاجات كتيرة بتقال دلوقتي أنا بيني وبينكو كونتراكت هتمشوا معايا كويسين وهتسمعوا كلامي ومش هتعبدوا الأوسان بتاعت القاليها التانية أنا إلهك لا ياكل لك قاليها أخرى أمامي ومشي ربنا لغاية لما ونزلهم أرض مصر وجاء موسى خرجوا وابتدى ربنا يدي الموسى لإيه الشريعة طب أنا عندي سؤال لما كان إبراهيم واسحاء ويعقوب ويوسف كان في نموس مكتوب لأ كان لسه النموس مش مكتوب طب وما لإيه اللي ربنا حطوا جواهم الضمير يبقى ربنا حطوا الضمير في كل البشر لكن الضمير اللي كان جوا البشر يختلف من واحد للتاني على حسب هو قريب من ربنا ضميره يبقى حساس شوية عارف لما يكون عندك الألارم السينستيف بتاعت الألارم الألارم على نوعية الألارم طب لو أنا اشتريت ألارم بقى من النوع الرخيص اللي هو يعني مش بحسس بحاجة ألارم بينام على نفسه كل شوية حضرتك هتولعي في المطبخ والبيت هيولع والألارم لسه نايم صحيح؟ طيب هجيب ألارم بقى حساس قوي أي حاجة صغيرة قوي قوي هتخليه زع مش كده؟ عشان كده بقى ايه تلقوا عندكم انتم بتعملوا حاجة مش كويسة أحيانا الناس ليتها يعمل ايه؟ يقول لك أنا هأطبخ براحتي واعمل براحتي يروح طالع على السلم ويقول الألارم ايه؟ تقفل فتيجي الحريقة الألارم عايز يقوله ايه؟ فوق البيت هيولع والألارم يعني ايه؟ مقفول ما هو قفل وهو حرك البطارية ولا فصل فالحريقة تولعه هو ده الضمير بالزبط الضمير ده هو الألارم اللي ربنا حطه جوايا وجواك عشان يقول ده غلط عشان كده هديكم مثال يأكد لكم في كل الشعوب ليه القتل غلط؟ ليه كل العالم بيتفق ان القتل غلط؟ ليه كل العالم بيتفق ان الاعتداء على حياة واحد غلط؟ ليه كل العالم بيتفق ان السرقة حاجة مش حكتك غلط؟ ليه العالم كله بيتفق على ان الزنا غلط؟ ليه كل العالم بيتفق على التحرش والاعتداءات غلط؟ ضمير الإنساني طب ليه في بعض حاجات مختلفة الضمير الإنساني ابتدى يتخدر في ناس حسب الثقافة وناس تانية مثلا إحنا في مصر الكتب لا دا عادي كتب سود كتب أبيض كتب مقلم كتب برتقاني فيش أي مشاكل خالص في كتب الزنا لا 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 دا حنا نقطع قابتهم شرب الخمر لا لا تلمسهش ولا تقرب منه آه ممكن بتحلل كل حاجة الضمير بتلعب فيه بمزاجك الزن تفت بتاعته بتخليها زي ما انت عايز طب هنا كتب لا كتب دا حاجة فظيعة طب الثاني دا الخمراء أوكي الزنا أوكي سميها باي فرند و جورل فرند سميهم مش عارف ايه سميهم ايه الهيموسكشوالي تسميها ميول يعني حط اي تسميات تلاقي بلاد عن بلاد تختلف حسب الثقافة فالضمير بيتشكل طب يبقى ايه يا جماعة يبقى احنا هنمشي كده على حسب انت فين يعني ربنا هيقول اللي تابع امريكا ييجي هنا الكتب هنحاسبه عليه والشيكليست بتاعتك مختلف لا طب أمر ربنا يحاكم العالم على ايه يحاكمه على الضمير والكتاب المقدس الشريعة اللي ربنا حطها عشان كده نقول لولادنا انت مصريا اوكي امريكيا اوكي اوروبيا اوكي استراليا اوكي لكن انت مسيحي في الاول والآخر ايه الحاجة اللي اتجمعنا مع بعض طيب تعالوا بقى نشوف اليهود بقى عندهم ايه عندهم حكتين عندهم الضمير وكمان ربنا ادهم الايه النموس فالنموس بقى شوية يحكمها هديكم سال لو انا النهاردة مفيش قوانين في السرعة وانا طالع على الفريوي امشي برحتي لو مشيت عالمية وجالي الزابط يقول لي انت سريع اقوله في قانون يقول كده يقول لي لا خلاص امال انت بتماشي ورايا ليه خلاص طالعما مفيش قانون انا حر طب لو في قانون وقالك السرعة هي في ريوي ده 65 يبقى انت لو مشيت على 66 من حقه يجيبك مرة حد بيحكي لي راح قدام القاضي فقال له ايه انا صدقني كنت ماشي على سبعين وكل العرباء الجنبي بتجري يقال له معلش انت تمسكت النهاردة هم يتمسكوا بكرة يعني ايه يعني مش معنى اللي بيجري ان هو ده صح انت غلط بس انت الحظك اتمسكت ان هو يتمسك بكرة بس هو حظه الفقر يتمسك النهاردة وتمسك بكرة كمان طالما حط القانون وحط الساين ان السرعة بقت كده خلاص انا قلزمت بالايه بالسرعة خلاص تعالوا بقى ابو ناعا اللي شرحته ده نقرأ الايات دي هتلاقوا واضح قاوى لان كل من اخطأ بدون النموس فبدون النموس يهلك يعني ايه بدون النموس مين اللي هيهلكوه؟ الضمير برافو عليكم يعني الغلط من غير النموس ما عندوش النموس بالضمير يهلك وكل من اخطأ في النموس فبالنموس يودا لان ليس الذين يسمعون النموس هم ابرار كان عند اليهودي كلما تسمع قريات اكتر كده كلما تبقى بار وقديس انا رحت المجمع وسمعت قريات والحمد لله اروا علينا السفر كله فانا بار وقديس يقول لهم لا الذين يسمعون النموس مش ابرار عند الله بل الذين يعملون بالنموس هم يبرروا يعني ايه؟ يعني مش قد عدد مرات حضرك الكنيس على قد تغييرك مش قد عدد مرات اه بحضرك درس كتاب جميل حلو برافو عليكم هيفرق كتير بس ايه لكتكة واحدة جميلة اوي تحولوا لطب دي في حياتك تلاقي نفسك بسهولة خالص يتنفس بقرأ الانجيل النهاردة خدت التطبيق وطبقته على نفسي واحد تاني يقرأ لمجرد ايه عشان عارفين زمان وحنا صغيرين كان في حاجة اسمان نوتا الروحية نوتا الروحية فكان ايه اقول لك يوم السبت يدهلنا كده في مدرس الاحد وكان ابونا يشوفها يوم السبت مثلا باكر الصبح صليت ما صليتش فايه؟ كنا نكسل في الصلاة بقى رايح عند ابونا انا رايح ستال بسعبدة خالص اعمل ايه؟ اروح ايه؟ اروح امسك يوم واحدة اروح قريلي فيه عشرة صحات اقول ابونا قال لي كل يوم واحد يبقى انا ايه؟ نعلم بقى ايه؟ قرينا السبت وقرينا لحد قرينا اتنين عشرة بس فابونا كان يمسكنا في الاعتراف تعالى انت قريت كل يوم؟ قلوه بصراحة لا يقول يوم ما ايه؟ انت معلم ماندام كل يوم ما انا عرفت ان انا جاي لك فتكسفت روحت ايه؟ قال لي لا هي النوتة دي معمولة علشان تدربك عارفين الاب الام تقوله الولد اغسل سننك كل يوم فما يغسلش السننه واسبوع ويجي في يوم السبع يغسل السننه وسبع مرات لا هي مش كده هو عايز يدربك على كل يوم بتمارس الحابت دي فبعد شوية بقت حاجة اساسية في حياتي فخلنا ابتدينا بقى نحط اه النهاردة صليت فاقول ايه ده انا ما صليتش بتاع دي هتبقى بيضة كده طب النهاردة صليت فييه ابي اعتراف عليك حلو برافو عليك المرات دي فيه تقدم يلا اسبوع جاعة اشوفها احسن من كده فابتدينا نتدرب يبقى الذين يعملون بالنموس هم ايه؟ يبررون لانه الامم الذين ليس عندهم الناموس ما عندهمش نموس موس متى فعلوا بالطبيعة يعني ايه بالطبيعة؟ بالنتشر بتاعتهم ما هو في الناموس يعني الناموس لو قال حب وده ما عندوش نموس يقول حب بس بالطبيعة انسان محب هؤلاء اذ ليس لهم الناموس هم نموس لايه؟ لانفسهم يعني ايه؟ يعني هياخد الكريدد ده لانه بالطبيعة عملوا وهو ما عندوش نموس طب ما انا هسألك وقول لكم حاجة فاكرين يوسف طب ما يوسف ما كانش الناموس نزل وبيقول لا تازني ما كانش نزل ولما امرأة فطفار شدت وقال لها لا يا اصنع هذا الشر العظيم يا اختي الى الله طب ايه اللي عرفك يا يوسف انه شر عظيم؟ ابويا قال لي ما هو كان فيه تعليم بالشفاة وضمير ما يسمح ليش ان انا اخون الراجل اللي انا اقتمني على بيته وعليك وعليك حتى قال له قال لها جوزك مما انا عنيك ايش عني يعني انا اقتمني ان انا اكون معاك واخلي بالي من البيت كيف افعل هذا الشر العظيم؟ يبقى كان نموس لنفسه يبقى يتحكم عليه حسب نموسه الذين يظهرون عمل النموس مكتوبا في ايه؟ في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم او افكارهم فيما بينها مشتكية ام محتجة يعني ايه مشتكية ام محتجة؟ الانسان جواه صراعين صراع للخير وصراع للشر حاجة تزقه للخير وحاجة تزقه للشر على فكرة بوليس هيحكي عليها في روميا قدام هتشوفوها ايه بقى الخير وايه الشر؟ جواك حاجة اكيوز وحاجة اكسيكيوز ايه الاكيوز ايه؟ تلاقي ضميرك من جواه لك دي مش صح انا انا انت النهاردة لا العشور صح اتفحها بلاش تعمل لا ده حق الربنا او الغالبان اللي انت شفته ده لا اديله في حاجة بتزقك تعمل الخير وفي اكسيكيوز اكسيكيوز اللي هو ايه؟ ما ربنا عارف الفلوس ما ربنا عارف او لا 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 الاكيوز يقولك الغالبان ده اديله الاكسيكيوز ده نصابه بتاعه فانت جواك حاجتين حاجة مشتكية بتقولك اعمل الحلو وحاجة ايه؟ اهي باين اهي اكيوز وايه؟ واكسيكيوز فالاكيوز يقولك اعمل اللي عملته غلط ده مش مظبوط وحاجة تقولك ايه؟ لا ما تعملش فتلاقي بولوس باقولك انا مشدود الانسان اللي قابل المسيح مشدود ما بين الاتنين ده يقوله اعمل وده يقوله ما تعملش ده يقوله اعمل وما تعملش في اليوم يعني ربنا هيحاكم اللي ما عندهمش نموس على ضميرهم لان في ضميرهم كان فيه اكيوز وايكسيكيوز فهيحاسبهم ربنا قد ايه ماشوا الاكيوز وسابوا الاكسيكيوز وما سمعوش ليها في اليوم الذي فيه يدين الله هيدين مين بقى؟ سرائر الايه؟ الناس يعني ايه سرائر الناس؟ السيكرتس اللي انا مش شايفها وانت مش شايفه هو شايفها انا بحبك وببوسك وازايك يا فلان وحشتاني ربنا شايف البوسة دي وراها ايه؟ هل بتحبه ولا عايز حاجة منه؟ ولا بتغلوش عليه؟ ولا عايز تعرف منه حاجة فانت ايه؟ بتقرب منه؟ ولا فعلا بتحبه من قلبك؟ سميه سرائر الله عشان كده لو قلتلكم الواجب بتاعك وطلعه دينونة طلعه هتبقى المقييس بتاعتها هتلاقى الله يو دين حسب الصرائر حسب انجيلي يعني ايه انجيلي؟ الانجيلي ساعتها ممكن مكانش لسه تكتب كله لكن الانجيلي الكلام اللي قاله بولس واللي بيتكتب هو ده بقى هو الـ documented اللي انا وانت هنودان عليه حسب انجيلي بيسوع الايه؟ المسيح طيب يبقى كده عارفنا الفرق بين الضمير والنموس هيمسك بقى ربنا اليهود يقول لهم بقى ايه؟ تعالوا بقى تعالوا لي بقى بعد اللي قالوا بولس لغاية كده هو لسه مشتش على اليهود هيبتدي بقى لهم تعالوا بقى ده انت عامل نفسك بقى معلم وعمل نفسك موجه للناس وعمل نفسك قائد للعميان وانت ما بتعملش الكلام ده وفي الاخر بقى لهم حكموا على نفسك العميل بتاعتهم اللي هما بضميرهم ما بيعملوهاش انتوا بضميركم وبالنموس عملتوها يعني كأنه ربنا يقول لك تعالوا يهودي بقى الاممي وحده بنموسه كان عايش في طهارة انت بالنموس والضمير كنت ناجس احسبك ازاي بقى؟ لو حسبتك على الضمير بس هو احسن منك ده انا مديك كمان نموس وما سمعتوش وما نفستوش عشان كده الاوعى تفكر ان اي حاجة بتعدي تقول لي يا لهوي امار عايش ازاي؟ لك وتخافش طول ما انت مع ربنا طول ما انت بتقول لي يا رب سامحني ورحمني وبتعترف بضعفاتك وتتناول جسد الرابع دمه كل خطية بتتمسح تقول لي بس انا لما بعترف برجع اعملها تاني اقولك وربنا هيديك قوة تاني تكمل تاني وتكمل في التوبة هتفضل تجاهد للنفس الاخير طب فرض ان انا مدت ولسه ما بطلتش ربنا يعتبرك مجاهد مش مجاهد فلسطيني طبع حماس يعتبرك مجاهد مجاهد عشان بتحافظ علي ايمانك وعلى وعلى نفسك طهر وهتلاقي نفسك بتحسن نفسك في الاول كنت ضعيف في الصلاة بقت احسن كنت ضعيف في الكنيسة لها بقت احسن كنتش بروح اجتماع الصلاة لها بقت احسن ما كنتش بحب الصلاة ابتديت احبها كان قلبي ناشي في ناحية اخواتي بقت احسن ما كنتش بحسن بنفسي غير حاجة الظهرة بس لا بقت حاسب نفسي على يا ترى انا من جوه هدفي كده ولا ربنا مش شايف ضميري من جوه بقت تدخل في الحاجة اللي الناس مش شايفاك فيها وده ده ميزيت نحن مسيحيين بقى يعني ممكن الناس كلها تشكون شايفاني حلو بس انا من جوه شايف نقط وحشة في حياتي فانا اقول ليا رب سامحني وانت تقول يا دفلندا قديس بيقول يا رب سامحني ايوة ما هو شايف النقط اللي جواه وانا وانت بنجاهد هو هيوصل وانت هتوصل طالما احنا ماشيين في نفس الايه الطريق ناحية السامة فيبتدي في الجزء الجاي احنا بقيتنا جزء صغير في الاسحاح التاني نكمله الاسبوع الجاي ان شاء الله وندخل على الاسحاح التالت الاسحاح التالت بقى تتخيلوا هيقول ايه بقى يا امم انتو ضعتوا خالص وانتو يا يهود ياللي معاكن نموس وما عملتوش حاجة خالص يبقى كان لازم بقى المسيح ييجي عشان ينقذ كنتو الاثنين يدي دا اوة ويديك انت اوة لان لانت عارف تمشي بضمير كويس ولا هو عارف يمشي تابع النموس فييجي المسيح يفديكم ويشيل الخطية ويصلح الطبيعة ويديك اوة ان انت تعمل الخير عشان كده السؤال بتاعنا الاخير اللي هسيبه لك تفكر فيه قبل الاسبوع الجاي وصية العهد القديم اسهل ولا العهد الجديد اللي اسهل في تنفيذه يا دي العهد الجديد صعب في تنفيذه لانه بيقولك على حاجات صعبة جد البتاع العهد القديم ما كانش يزني بس بس كان ينظر نظراته وكان ده ما فيش مشكل لا ربنا قاله لا النظر تاني كان يعمل ايه يقولك انا ما موتكش بس يخضب عليك ويحاول يزيك بس الحمد لله انا ما موتكش لانا مسألة تقتل فانا ما قتلتكش من قال لاخيه رقى يكون مستوي بالحكم العهد الجديد الوصية اصعب ليه لان ربنا ارتفع بنا بقى جواك روح القدوس يساعدك اكتر فينقيك اكتر كأن العهد القديم كي جي وان والعهد الجديد بقى دخلت كبرت بقى خلاص اللي كنت بقولك زمان يا حبيبي ده غلط حبيبي شفت تعمل كد في العهد الجديد بقى كبرت بقى خلاص بقيت تفهم الغلط من الصح وبقيت اكبر بقى حاجة مختلفة زمان كنت بضغط عليها عشان يخش الحمام ويقعد على التوالت ويعمل بعد اما كبر بقى مش محتاجة اقوله دي ده بقى خلاص بيقدر يعمل حاجات تانية احسن عشان كده المسيحية ارتفعت الانسان لمستوى عالي جدا جدا فبقى الانسان مستوى اعلى وهو ده اللي عايزه بيه ربنا وهو ده اللي ربنا يهدفه في البشر عشان يرفع منهم ويخليهم قديسيين ويخليهم جمال من جوه خليهم يحبوا بعض تخيلوا بقى لو العالم كله عايشوا المسيحية الحقيقية تزعل من واحد من اراد ان يأخذ منك الرداء فترق للسوب فترك له الرداء ايضا انا مش عايز ازعل بيني وبينك لكن بيني وبينك محبة محبة عشان كده تلاقوا اللي بينفز وسيلة العهد جيدة هو فرحان والناس اللي حوليه فرحانة وعلاقاتهم كويس طب عملت الناس وعملوني وحشو ولا يهمك كبر دماغك يلا جون عدي بعد كده قدم الخير العهد القديم يقولك عين بعين وسن بسن كسر لك عين تكسر له عين ليه لان النموذ بتاعهم كده كان زمان يقولك اللي ضربك اضرب لا دلوقتي ايه من اراد ان يطلب منك اقترض منك ميلا فسير معهم اللي عايز يمشيك ايه الدير انا هتيجي على دي ما فرقتش تلاقي نفسك انت من جوا فرحان واخوك فرحان والعلاقة بينكم فرحانة وابونا وربنا من السماء باصص مبسوط منكم انتو الاتنين والحياة جميلة وانت عايش احنا بنيجي الحياة بنعدي هم شوات سنين بنعيشهم نعيشهم في سعادة وحب ولا نعيشهم في نكد ووجع قلب وفق لكن في الاخر اللي فقري فقري اللي بعيد عن المسيح هيعيش في فقر وينكد على نفسه ويفضل حزين وكئيب وربنا يقولك اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل انا جيت عشان اخليك سعيد وفرحان ربنا يبرككم ويفرح قلوبكم لالهنا كل مجد كراما لان ولا بد امين اتفضلوا انسان